بلاد سيلن تيل شبه مستحيل مع انه فيها 28 تروفي بس فليش صعبتها 9 من 10 كله بسبب تروفي هذا هذا تروفي متطلباته جدا معقدة وجدا صعبة فرح اتكلم عنها اكثر بعدين في المقطع لكن تدري وش الغريب وش الغريب ياسر الغريب انك انت تشوف فضائيين يغزون عالم سيلن تيل كيف ولا كمان تشوف جيمز يطير بالقارب اش فيه ولا تشال اشياء ذيه هذا كلها الاشياء رح نشوفها في المقطع اليوم لكن في البداية بحكم اني ما قد لعبت سيلن تيل فرح ابدأ باول تختيمه واستمتع في اللعبة وامسك التروفيات واحطه على جهل واول شي عندنا نشوف جيمز يطالع بنفسه قاعد يقول لنفسه ملك الاصرار والعزيمة the man who never quit لا ورحت انا ارجع في مكان الاوت وورا ارجع ثالك دوف السطح هو المهم بعد كذا وانا ماشي شفت البير هذا وقلت خليني اشيك عليه يمكن احصل اللي شي فيه اه اه اش ده اه 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 اسفت اني موت ايش طريقة التخزين الغريبة هذي معقولوا الطريقة التخزين زي كده تروح عند بير المهم اني وصلت عند البنت هذي وقمت اسألها عن المكان هذا لكن بدت هرجني عن حياتها فقلت يا عمي سلام عليكم وسحبت عليها وكملت دربي ودخلت الى مدينة سايلن تيل وجلست افرفر فيها لين حصلت الجثة هذي واخذت منها المفتاح وروحت الى اول مكان في اللعبة طبعا الهرولة اللي قبل هذي كلها كانت مقدمة اللعبة والان رح يبدل جدا المهم اني دخلت المكان هذا وكان مرة ظلام لدرجة اني ما اشوف شي فاجلست احوس في المكان هذا وافر يمين ويسار الين قابلت البنت هذي مرة ثانية لكن المرة هذي هي كانت تفكر تنتحر فواضح ان عقلها يا رجل بدأ يضرب المهم انها اعطتني السكينة هذي عشان ما تسوي شي بنفسها وراحة لكن السؤال اللي حيرني هو ايش فايدة السكين فاذا في احد فيكم يعرف يا لا تكتب لي في الكومنتات وبعد كذا خلصت من المكان هذا وكنت خلاصة باخرج منه وانا مبسوط لكن للأسف ما كانت بس سهولة هذي المهم اني اتورط مع الراس الهرمي ذاو يا ولد ما يسر له شي اطلق عليه اسمع صوت حديد فقعدت احاول افكر قلت يمكن عصايا تنفع يمكن ما ادريش ينفع لكن ولا شي نفع ضده وما فكني منه الا صوت الانذار احاول قلت ينفع احاول قلت يا الانذار وقبلت بنت الصغيرة هذي والي استغربت منه ان البنت هذي تتعرف اسم زوجة جيمز فبعد ما انتهى الكاتسين كملت طريقي ورحت للبحيرة اللي المفروض اقابل فيها ماري لكن قبلت واحدة ثانية اسمها ماريا تشبه زوجة جيمز بس خلوني اقول لكم شيء هذه حرقة خفيفة في المقطع ان البنت هذه اغث بنت في اللعبة لانه في تروفي متعلق فيها ولازم انا احميها من البداية لين النهاية المهم ما علينا من الشيء هذا قبلت البنت الصغيرة مرة ثانية لكن برضو تشرق مني ودخلت المستشفى فالحقتها عشان ادور عليها لكن الشيء اللي يقهر اني قعدت في المستشفى ذي حدود الثلاث ساعات بسبب شيء تافه لكن الشيء الايجابي اني جبت تروفي بالمكان هذا البهم اني جلست استكشف المكان لين دخلت الغرفة هذه وشفت فيها صندوق على السري وعشان افك الصندوق لازم اجيب اربعة اشياء فبديت ادور على الاغراض هذه وادخل غرفة غرفة لين دخلت الغرفة هذه وقامت تقول لي ماريا انها تعبانة شوية ودها تريح وبيني بالنفس وقلت يا حمد لله فك يا رجل وحصلت مفتاح السطح على الطاولة فاخذت وخرجت وعلى طول وجهت للسطح المهم يوم اني دخلت السطح قاعد استكشف السطح على نياتي موخ ريزدن تيبر اشتغل حلو فايش معنات معنات انه ممكن يطلع لزومبي هذا مع اللفة نفس الشخص اللي كان كاتب الكلام هذا هذا اللي اني العب ريزدن تيبر يعني لكن هنشوفيني اش فيه بسم الله الصوت شو صوت دخل الله يقرشك يا شيخ يعني لا تحلينيك الصح لا المهم بعد ما طيحني الهرامي دخلت الغرفة هذه وحصلت فيها اول كود مكتوب الدم وبعدها بشوية حصلت المفتاح الاول للصندوق وبرضو حصلت المفتاح الثاني وشكله كان غريب وبكذا يكون باقي لي شي واحد او كود واحد وهذا الكود طفشني يا رجل قلبت المستشفى من الدورة الثالثة للدورة الارضي وماني محصلة الكود هذا والغرفة اللي موجود فيها الكود دخلتها تقريبا فوق ثلاث مرات وعجزت احصله الكود طيب كيف حصلته في النهاية سال انتل لعبة مرة دقيقة لازم انك مو تلصق في الشيء الا يش اختبلع الشيء هذا عشان تقدر تضغط عنده اكس وتتفاعل معه وبهذه الطريقة اكتشفت الكود المشكلة قسم بالله اني جيت الى المكان ذا مرتين واضغط اكس 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 شوف ما يسير ها اكس 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 لا ده تخش كده جوا ليه طيب وتوجهت للصندوق فكيت الصندوق وصد ما اني حصلت شعرة بس المهم وبعد كده روحت استخدمت الشعر مع الخطاف وسحبت مفتاح المصعد شوف اليقب شاهي وتوجهت الى المصعد ووصلت للدورة الاول وحصلت لورة وقلت لها يلا امشي معاي ابنك انا نسيت رسالة ماري طبعا جيمز مصدق رسالة ماري؟ وين هو الرسالة؟ قالت له او تحصلها في نهاية الغرفة يعني هذي لو تجيب واحد عمره ثلاثة سنين ما ينضحك على زي كده ما تريد ان تقفل الباب تقول له اروح هناك اخر شيء يبو يواضح هذيه لا لا ماذا تفعل؟ تريدني أن أفضلها؟ أفضل؟ 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 أفضل أفضل؟ لا، أفضل؟ ياتي، جني، 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 أشرب خلال، يا أحوال، ياخي، انت معين إضافكاً أكثر تكسرت حس لازم عشك اه قد براصي ما شرم والله ان اعضلنا بدا ما تدري وحي ايه بيبو يموت مات يا احول يا احول ايه فوق يا احول فوق قتلت اثنين منهم وقتك تعشق وقتك تعشق وقتك تعشق وقتك اقص رجولك ذي يا معفد توكل اميو اميو موتو اوه اوه يا ظهري تروفي اخيرا 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 جبنا تروفي يا رجل اول تروفي يمطولنا ستة ساعات اشان نجيب التروفي ذا واخيرا خرجت من المكان هذا وافتكيت من قرف المستشفى لكن المشكلة انه جاء الليل والدنيا ظلم واللعبة اصلا مظلمة يا دوبك تشوف اللي قدامك المهم وبعد ضياع في المكان هذا قدرت احصل المفتاح اللي رح يوديني للمكان الجديد ورحت للمكان الجديد وعرفت ليش سال انتهي المرعبة لانه المنطقة هذه جدا مرعبة وفوق هذا تشوف الرأس الهارمي ومعاذ الجثث واضح انه دوري بالطريق المهم اني نزلت مع الدرج ذا وتركيزي كان مرة عالي لاني متوقع باي لحظة ابو هارم بيطب عليه لكن اكتشفت اني وصلت للنهاية وما في اي احد يعني وترت نفسي على فاضي واتوقع انه هذه هي فكرة سالنتيل المهم اني كملت طريقي وحصلت فتحة ونقست فيها وطحت في مكان كأنه بير واكتشفت انه في واحد من الجدران هذي ينكسر ورا باب سري المهم وبعد كذا حصلت فتحة ثانية ونقست معها ووصلت المكان يذكرني في الامبل داون المهم اني جمعت الثلاثة الصور وحليت اللغز وروحت افتح الباب هذا اللي برضو رح ينزلني تحت ياهو فتحة جديدة لوان نبغى نوصل بس نقول ان شاء الله ان هذا اخر فتحة وخلاص يعني المهم وصلت لأعماق الارض بالسلامة ونزلت مع السلم هذا عشان استكشف المكان هذا وشرت منه ودخلت الغرفة هذه وحصلت السيف حق الراسة الحرمي والسيف هذا مرة قوي لكن مشكلته انه ثقيد المهم اني كملت طريقي وقابلت مريا مزجونة واستغربت لانه حسبتها ماتت وبعد كذا اروحت عشان اساعدها وكنت اجرب السيف على اللحوش ولما قتلت هذا تروفي ميلي ماستر اسلام يا السيب هذا الشي اللي انا ما احبه السيب هذا في مشكلة ليه اللي دائما في قدرات في السيب والله يستر الله يقرشك ووو خرشني والله يا خرشني دقيقة دقيقة ويش هذا الصحا ولا ايش يا حبيبي اهدا طلعلك السيف تعال القوم مما احزان مما احزان اللحظة انا بصير اهلا سعيد اعطيه حتى ثاني مات ضربتين بس او ضربت بسرعة مات والله سيف مرة قوي تروفي ثاني المم مبعد كذا حصلت الغرفة اللي فيها ماريا لكن للأسف حصلتها ميتة فخرجت من الغرفة وكملت طريقي لين وصلت عند المقبرة وكان فيها شوية أغراض فقمت لوت هذه الأغراض وفجأة جبت تروفي حق 150 غراض او جمع 150 غراض ولكن تعلم ماذا؟ لا يهمه اذا كنت مستعد غراض 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 انه كل ما يموت و لا يمكن الناس سأقتلك يا جيمس هيا اشرت اشرت ايه اشرت خلصت فيه كم مشت و رضحي يب يدب انحشر انحشر ايه لانك دب انحشرت تعال يدب تعال ايه القوم 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 يدب المهم بعد كذا ركبت القارب عشان اروح للجهة الثانية اليوم اني وصلت شفت فندق قدامي وهذا بيكون اخر مكان في اللعبة المهم اني دخلت الفندق واخذت الخريطة وكان فيه غرفة محددة بالخريطة واللي هي غرفة 312 وعشان اوصل للغرفة هذه لازم احل اللغز حق الموسيقى فبعد كذا قبلت لورا وقام وتتهرجني عن علاقاتها بماري فيوم خلص الكاتسين هذا خرشت من الغرفة ورحت ادور على صناديق الموسيقى فجمعتهم كلهم وركبتهم وحليت اللغز واخذت المفتاح اللي رح يوديني للدور الثالث عشان اقدر اروح الغرفة 312 فيوم مني دخلت الغرفة هذه حصت مشغل الفيديو وركبت الشريط فيه وجلست اتفرج على الفيديو وانصدمت من التويست اللي صار وحتى جيمز بنفسه بدأ يستوعب انه هو اللي قتل ماري يعني ماري ما ماتت من مرض هو قتلها فهذا الشي خلاه يدخل في حالة اكتئاب ينفجأ يسمع صوت احد يناديه من الراديو فقرر انه يروح ويشوف مين الشخص هذا اللي قاعد يناديه فكذا نكون احنا قربنا من النهاية وابا كبير اه وصلنا النهاية ليش تستعى انا اشوف اوضح من كذا ما فيه خلاص لحين انا هو راس براز يا انا يا هو اللي راح يقعد في عالم سايد انتهي بس الظهر معهم فضلان والله البلشة مالجرية ذي يا جيمز ثنين منهم انا قايل لا 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 اوه ضرب ثلان منهم يا ساتر مسلا من جد من جد جيمز ومره ذي اتستام تو اندس يا حبيبي تعال نزلي نزلي ذا تعال تعال انا عرف فهم معكم تعال يا احوال معهم رمح الثنين اضروا اعرف عرف ايه عرف ايه والقوم انتوا ياه الثاني ثاني تسدد لهم ثاني لا اضرب الثاني معاك لا ستارت لا والت تعال 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 ده مشت واحدة اقلشي في دائرة في النص ايش بيسوون كنا بيفكرون القناع قتلوا نفسهم لاي قتلوا نفسهم ايش فيه تروفي ايش في صوت التروفي اللي جاي قبل الصورة وبكذا اكون ختمت اللعبة واخذت عليها تروفي ودحين رح ابدأ بقصة ماريا وقصتها كانت جدا قصيرة لكن المهم في القصة حقتها هو اني خلصتها واخدت عليها تروفي ودحين نبدأ بالدسم وندخل على باقي التروفيات لازم اختم اللعبة اربع مرات وكل تختيمة لازم اجيب فيها نهاية معينة لان كل نهاية عليها تروفي واكيد في واحد بيقول لي طيب ارجع للتخزينة واجيب النهاية الاولى وارجع للتخزينة واجيب النهاية الثانية لا يا حبيبي ما ينفع لازم انك انت تختم اللعبة من الالف الى اليق واول تختيمة عندنا لازم اجيب فيها نهاية لورا وعشان اجيبها في شروط معينة لازم اسويها وبعض من هذه الشروط هي انك تشوف صورة ماريو تقرأ رسالتها كل شوي ونفس الوقت تكون بعيد عن ماريا وما تعطيها وجه وبكذا اكون خلصت اول تختيمة واجبت عليها تروفي ورح ندخل على التختيمة الثانية واللي هي نهاية ماريا وعشان اجيبها النهاية هذه لازم تسوي عكس النهاية الي قبل وللامانة النهاية هذه مرة غذيثة لانك لازم تكون قريب من ماريا طول الوقت فشي مرة مستفزي يعني بدار ما تختم اللعبة بساعتين وبتختمها ثلاث ساعات بسببها الله هارد توهيت اوه هذا التروفي الاول اوه التروفي الثاني ايوه ساكند بيست ودخلنا على النهاية الثالثة والنهاية صراحة كانت غريبة وكانت تضحك وعشان اجيبها لازم تاخذ القطع اللي في بداية اللعبة واذا اخذت القطع هذه بيعطونك تروفي بعد كذا لازم تستخدم القطع هذه في ثلاث امان المكان الاول هو في المستشفى بعد ما تقتل الزعيم واخر شي رح تستخدمها في غرفة ثلاثمية واثنعش قبل لتشوف الفيديو اشتركوا في القناة اما النهاية الرابعة عشان تجيبها لازم تجمع اربع اغراض معين كل واحد من اغراض هذه رح يعطيك تروفي وبعد ما تجمعهم كلهم وتوصل للنهاية رح يجيك كاتسين مرة غريبة واللي هو انك انت تشوف جيمز يطير بالقارب وبعد ما ينتهي الكاتسين هذا وتختم اللعبة خلاص رح تاخذ عليها الثاني عطينا التروفي الثاني عطينا الثاني سيور بلايارتز كذا جبنا التروفيه واخيرا مصنى عند اخر تختيمة وهي التختيمة الخامس طبعا هي اصعب تختيمة سبب التروفي اللي قلت لكم عنه في بداية تروفي هذا يطلب منك تجيب عشرة نجوم لما انت تختم اللعبة رح تجيك نجوم تحت وهذا تقريبا زي التقييم في بعض الالعاب فعشان انت تجيب عشرة نجوم في كذا شيء لازم تسويه رح اذكر لكم بعض الاشياء هذي مو كل الاشياء ولازم تجيب كل النهايات ولازم تلعب على اصعب شيء وما تخزن اكثر من مرتين وتختم اللعبة باقل من ثلاث ساعات وتقتل خمس وسبعين وحش بالاسلحة وخمس وسبعين وحش بالعصة واخر شيء ما تتدمج اكثر من خمسمية يعني ما تتدمج كثيرا المهم خلونا نقول باسم الله ونب دبل جد واول شيء اسويه هو اني اخذ القطعة هذي وبعدها اخذ المنشار ورح يجيني عليه تروفي وبعد كذا رح اسوي سكيب للبداية لان اوصل عند اول فايت معدت طلقاتي معدت لا ووو بغي تضربني اين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة المشكلة على بال تروح الشاشة ديها اذا قد نلصك فيها انا 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 ا وصلت له مرة ثانية ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة شوف شكل كبني السر ملصك في أجدار من الخرشة أحد، ثنين، ثلاثة أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة أيوه، خلص، خلصنا بس الحين لازم معدي بنعدي بدون ما يكتني ووه، بغي كتني تقبل شوية خلص، روح، روح، روح روح، الله صلاها! قيراً، يلقع بيتكم أيوه، وووه، خلصنا هذا توقع أكثر شي، أصدق أكثر شي صعب ما توقف شي صعب يقدم خلص، البقية كل الأشياء الصعب يكون مخزن عندها يعني وبعد كذا خرجت من المكان هذا وروحت البيت الكلب وأنتم بكرامة عشان أخذ العظمة لأنني أحتاجها في النهاية وكما عشان أخذ على تروفي فبعد كذا وصلت للمستشفى وهذا كان أكثر مكان يوتر لأنه ضيق ومليان وحوش وفوق كذا بتكون معايا ماريا وإذا ماتت راح أخسر فأول شي سويته هو أني ودهتها الغرفة عشان أفتك منها ورحت أخلص اللغز حق الصندوق المهم وبعد كذا خلصت كل الغاز ونزلت للدورة الأول ورحت عند ثاني زعيم وأنا مرة متوتر لأن لو مت بأعيد من بداية اللعبة وبنفس الوقت أنه لازم ما يدمجني فأخليكم مع الفايت فرص موت شوف قويك ما تبدري موت شوف قويكا رايا قدعك الكاميرا رجعتني قربتني منه شوف قيمسكني حيامسكني ما شرد قتلته قويس قتلته بدون ما أموت كثير بدون ما أموت كثير بدون ما أتمكن كثير وبعد كذا رحت وخزنت لأول مرة وهذا أفضل مكان أتخزن فيه لأن الشي اللي جايك مرة رح يرفع ضغطك ونسبت أنك تخسر فيه مرة عالية يلا خلينا نستعد ويكون دوت وخري الله لي ومبارك ليك يا كلبة يا معفنة يا وصخة قاعدت مأيم شوية قلت بس الحين توخر عني قاعدة في وجهي ايش تستناش انا بغى مريك تلفتج وراي عشانا نقدر اطلق عليه بس الغبية جاي قدامي مدري يعني كنا تقول لا لا تقتل بارم وقدني بداله يا الله يقلع ذا الوجه يا شيخ امشت يا شيخ اطربها وخري الله يديعك يا اخي يمكنك وخري يا اخي يمكنك وخري يا اخي يمكنك وخري يا اخي وخري 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 17 20 20 20 يا كلب لف يا ابنى كلب تكفى يجري اتوقف يجري تكفى تكفى يا رجل خلصناها خلصناها ياود عطشت فالحقيقة كأني اجري فالحقيقة وبعد كذا خرجت فالمستشفى واخذت لي تقريبا 40 دقيقة في المكان هذا عشان لازم اقتل 75 وحش بالاسلحة و75 وحش بالعصر والشيغ الغريب ان الاسلحة ضعيفة بشكل مو طبيعي لكن بعد وقت مرة طويل قتلت 75 شخص بالاسلحة واخذت عليها تروف المهم اني كملت دربي وصلت عن ثاني مكان انا راح اخزن فيه لانه هذه هي اصعب منطقة باللعب منسبة انك انت تجيب فيها العيد مرة كبيرة عشان كذا هذا افضل مكان تخزن فيه المهم انه وصلت عند ابو البنت وبعد كم محاولة قدرت اعدي بدون ما يلمسني لمسة واحد ورحت للي بعده وهذا اغث واحد والمشكلة انه على النورمل والايزي يكون بطير لكن لما تجي على الهارد يصير رشيق وسريع المهم اني قتلته لكن تدمجت عنده مرة كثير وضيعت وقت مرة كثير لكن قلت يا والد خلينا اكمل طريقي يمكن انها تشبك معا وصلت عند القارب وواحد من الشروط العشرة النجوم هي انك انت لازم تخلص جزئية القارب اقل من دقيقة وعشرين ثانية لكن هذا الشيء ماهو سهل لان التحكم في القارب على الهارد مرة معوق ومرة صح لكن الحمد لله قدرت اني اوصل للجهة الثانية واخذت روفي لاني قدرت اخلصها باقل من الوقت المطلوب وبعد كذا رحت لنهاية اللعبة لكن هذه المرة راح اسوي نهاية الكلب وانتم بكرامة يا رب اقل من ثلاث ساعات وقل من خمسمائة دمج يلا بسم الله وصلنا النهاية وعلى النهاية مرة مرة غريبة هذه هي النهاية لكن مسوي اسكم لاني متوتر اقول يا رب اني جيبتها ثلاث ساعات اول تروفي سميعني التروفي الثاني وسميعني التروفي الثالث وزي ما انتم شايفين كل شي كان صح مع عدد دمج لازم هذا الرقم يكون اقل من خمسمائة يعني لازم اعيد من جديد لكن اكيد ما راح اعيد من بداية اللعبة راح اعيد من عند التخزينة الثانية اللي هي عند ابو البنت المهم اني طولت مرة لان كل شوية ارجع للتخزينة واوصل لنهاية اللعبة واكتشف اني تدمجت مرة كثير واثطر اني اعيد من جديد فبعدين جاني واحد من اخوياي وقعد يعززلي لكن للأسف عجزنا وقررنا نستسلم جبنا جبنا تروفي ايجاك والي اشياء 471 شوف كل شي ذهبي اخيرا يا رجل والتعب والمعاناة هذي كلها بسبب هذا البخاخ ولكن ما علينا اخيرا جبت بلاتينيوم سايلنت هل قبل الريميل لالامانة حسيت صعوبة البلات مبالغ فيها شوي يعني ممكن اعطيه ثمانية من عشرة او سبعة من عشرة لكن ما انصح اي احد يجيب لانه اللعبة مره مليانة مشاكل وراح ترفع ضغطك مره كثيرا بالنسبة لقصة اللعبة مره جميلة تويست اللي صار فيها بيخلي مخك يعلق وفي وقه رسالة ماري في النهاية من جد تخليك تحزن عليها كمان جو الرعث اللعبة كان حلو وكان شي جديد عليه فعجبني الصراحة لكن القيم بلاي باختصار مره خايص وبالنهاية اذا عجبك المقطع لا تنسى تشترك وتحط لايك وتعطيني رأيك في الكومنتات لانه رأيكم يهمني يا شباب وبكذا نكون وصلنا الى نهاية المقطع فامان الله اشتركوا في القناة